اهلا بكم الى موجز اخبار الان حذر مسؤول المشافي في مديرية صحة ادلب من ان غياب قلة الدعم ينذر بكارثة طبية بالتزامن مع التدهول الواقع الطبي في محافظة ادلب جراء القصف المركز على المشافي وتشهد محافظة ادلب وحما في الفترة الاخيرة حملة جوية مكثفة من قبل روسيا وقوات الاسد تستهرف المشافي والنقاط الطبية ما اسفر عن تدمير عدد من المشافي وقتل وجرح عشرات المدنيين والكوادر الطبية شنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقية عملية عسكرية واسعة بدعم من الطيران الحربي لملاحقة افراد داعش شرقي محافظة ديالا وأوضحت مصادر اعلامية عراقية أن قوات من الفرق الخامسة من الجيش العراقي والشرطة المحلية شنت عملية عسكرية واسعة بمناطق في حوض الندى ووادي ثلاب وتلال قزلاق الواقع شرقي ديالا تمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ زورق قبالة سواحل طرابلوس كان على متنه 168 مهاجرا وانتقد المتحدث باسم البحرية الليبية المنظمات الإنسانية الدولية التي تكتفي بتقديم المساعدة للمهاجرين بعد إنقاذهم مضيفا أنه من الأفضل أن تزود هذه المنظمات البحرية الليبية بمعدات واسف لتتمكن من إنقاذ عدد أكبر من المهاجرين طالبت بيونج يانج الولايات المتحدة بالاعتذار عن تدبير محاولة اغتيال الزعيم الكورية الشمالي كيم جونج أون ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن المخطط هذا واتهمت بيونج يانج الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بمحاولة اغتيال كيم جونج أون بمواد كيموية من دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم نظمت ألاف النسوة في العاصمة الفنزولية كاراكاس مسيرة احتجاجية ضد الحكومة والرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وأطلقنا على المظاهر اسم مسيرة ضد القمع وسيطرت الشرطة على الطرق الرئيسة في المدينة في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات أسبوعها السادس فيما تخطط الحكومة بمسيرة نسائية مضادة وسط المدينة توفي متسلق جبال نيبالي يبلغ من العمر 85 عاما وذلك أثناء محاولته تسجيل لقب أكبر متسلق للجبال في العالم وقالت مصادر صحفية إن مينشيركان كان يستعد للتسلق قمة جبل ايفرست لانتزاع اللقب الذي سجله منافسه الياباني ميورا في عام 2013 حيث عثر عليه متوفيا إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مخيم نصب أسفل سفح الجبل إلى اللقاء